موسيقى من جديد أهلا بكم في الحدث الاقتصادي خطب رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك اليوم فعاليات ملتقى رجال الأعمال الفرنسيين والأوروبيين والعالمين بمقر الشركات الفرنسية وقال حمدوك ظلنا نردد على الدوام أن السودان بلد غني ولا يحتاج للمنح والهبات بل يحتاج للاستثمار الذي يخلق فرص عمل لشبابنا ونريد أن نرى استثمارات حقيقية تأتي لبلادنا وتعمل معنا وأوضح رئيس الوزراء عن وجود فرص عمل حقيقية وكثيرة يمكن أن تجني أرباحا كثيرة مؤكدا رغبته في رؤية الاستثمارات المحلية والعالمية تتدفق إلى السودان مضيفا أن السودان يمكن أن يقدم فرصا كبيرة في هذا الصدد وقع السودان وشركة أوركا جوليد الكندية العاملة في مجال تعديل اتفاقا في العاصمة الفرنسية باريس تستأنف بمجيبه الشركة العمل في المربع 14 بولاية نهر النيل بعد الوصول لتفاهم المشترك بعد تخطي بعض المسائل المالية والإشكالات المتصلة بخلو مناطق عملها من المعويقات الأخرى وقع عن السودان وزير التعظيم محمد بشير عبدالله وعن الشركة الكندية أريك تلارك مدير الشركة وقال وزير المعادل لسونة اليوم إن الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة ليذبي الشركات العاملة في مجال التعظيم والتنقيب في مجالات التعظيم باعتبارها من المجالات المهمة والأكثر جاذبية وأن مجال التعظيم والتنقيب سيصبح من المجالة الأكثر فعالية للعمل في السودان سجل معدل التضخم 363.14% لشهر أبريل الماضي مقارنة بمعدل 341.78% لشهر مارس الماضي بارتفاع يبلغ 21.36 نقطة وأوضحت مذكرة الجهاز المركزي للإحصاء حول التضخم لشهر أبريل 2021 أن معدل التضخم سجل استقرارا لمجموعة الأغذية والمشروبات حيث بلغ 253.18% لشهر أبريل مقارنة بمعدل 253.5% وكما سجل المعدل الأساسي بدون مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعا لشهر أبريل حيث بلغ 526.88% ذلك مقابل 469.83% لشهر مارس الماضي أعلنت وزارة الاستثمار عن توقيع مذكرات تفاهم وصفقات الاستثمار في مجال الطاقة والتعظيم بالسودان بقيمة مالية تفوق الثلاث مليارات دولار وكشف وزير الاستثمار الهادي إبراهيم خلال مؤتمر باريس عن أن صفقات بثلاث مليارات دولار في طريقها للخرطوم لافتا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار السودانية وشركة أوركا الكندية لتنقيب عن الذهب في حدود 350 مليون دولار للاستثمار في مجال التعظيم مشيرا إلى طرح مدير البنك الافريقي تمويلا إلى المستثمرين في حدود 700 مليون دولار في مجال الطاقة والاتصالات حكد المهندس هاشم حسب الرسول هاشم وزير الاتصالات والتحول الرقمي أن قطاع الاتصالات وجد اهتماما كبيرا في فعاليات مؤتمر باريس التي بدأت أمس بالعاصمة الفرنسية بهدف الانتقال الديمقراطي في السودان وذلك باعطباره من القطاعات المهمة لنهضة الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية المسدامة في السودان وقال حسب الرسول في تصريح صحفي أنهم طرحوا العديد من المشروعات في المؤتمر فيما يخص البنى التحطية والتحول الرقمي في قطاع الاتصالات شاملة المحاور المختلفة وشري لأنه تم الاتفاق عن الحصول على تنميل يقدر بأكثر من 700 مليون دولار من البنك الافريقي للإسراد والتصدير لقطاعي الطاقة والاتصالات وأن ذلك يعد من أكبر الانجازات لهذا القطاع المهم قطع ولي كسلاء المكلف أمين عام الحكومة الأسادة طي المحمد بأن الزراعة تمثل قاطرة السودان وبتروله الحقيقي وأن الدولة تعمل على الاتمام بالزراعة للنهوض بالبلاد جاء ذلك لدى وقوفه على بداية العمل في تشهيل تطهير الترعى الرئيسة لمشروع كالهوت الزراعي بطول 22 كم بتمويل من إدارة التنمية بوزارة المالية والقوى العاملة والتنفيذ عبر شركة هيوة لأعمال الحفريات وقال ألوالي أن أعمال تطهير الترعى لصالح العمل الزراعي يعتبر واحدا من أولويات حكومة الولاية والفترة الانتقالية لدعم الانتاج خاصة وأن الإشكاليات التي تواجه البلاد متعلقة بالانتاج الزراعي أكد مفوض مفوضية الاستثمار بالولاية الشمالية المهدس بشرة الطيب أكد أن مؤتمر باريس لدعم تحاول ديمقراطي في السودان المنعقد بباريس يعد حادثا تاريخيا ويمثل نقطة تحاول كبير للسودان وهو ينشد ويتطلع للتقدم والتطول المنشود في المجالات كافة وشارى أن مؤتمر باريس حقق جملة من المكاسب والفوائد البلاد منها إعفاء جزء كبير من الديون الخارجية على السودان وفتح آفاق ومجالات واسعة للتعامل مع المؤسسات المالية العالمية والاستثمار وخلق مزيد من الشركات وقيام العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة بما يسهم في دفع عجلة التنمية والاقتصاد والاستثمار مشيدا بمخرجات المؤتمر سجلت أسعار العمرات الأجنبية ارتفاعا تاريخيا في السوق الموازي وسط الخرطوم إلى مستوى غير مسبوق أمام الجنيه السوداني وبدأ الارتفاع خلال منتصف تعاملات الاثنين عقب إعلان البنوك السودانية أسعار الصرف وفيما قامت برفع سعر العملات مقتربة من أسعار السوق السوداء وكشفت مصادر مصرفية عن ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه في يوم الثلاثاء إلى مستوى تاريخي جديد حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار مبلغ 413 جنيها ارتفاعا من 411 جنيها عند مستهل التعاملات أمس قال نائب مدير قطاع السياحة بوزارة الثقافة والإعلام محمد مدثر إن المشروعات السياحية التي قدمت في مؤتمر باريس حول سودان تضمنت ثلاثة مشروعات استثمارية بولايات البحر الأحمر سنار وجبل مرة وأشار إلى أن السياحة تعد من القطاعات الرئيسة التي ترفض الخزينة العامة بالعملات الصعبة لذات تم تقديم المشروعات اللجنة بباريس لدعم تحول ديمقراطية في السودان من خلال عضوياته فيها ممثلا للسياحة والثقافة ومشروعات السياحة الاقتصادية على انتزارة الريوى الموارد المائية تواصل عملية هيل ترعد حداف وود الفضل بإزالة مليون متر مكعب من الطمي تراكمت خلال العهد السابق مؤكدة إيصال المياه لري محاصيل الموسم الصيفي هذا العام لأول مرة منذ سنوات وصل وزير الري بروفيسور ياسر عباس دولاته التفقدية للوقوف على سير الاستعدادات للموسم الصيفي بأقسام الري المختلفة بالمشاريع القومية بالبلاد حيث اطلع على موقف تأهيل الجاري بطلمات الجناد اثنين بالقسم الشرقي لمشروع اليزيرة ري الحداف وود الفضل رفقه خلال الجولة المهدس ذو البيت عبد الرحمن وكيل وزارة الري وعدد من المسؤولين بإدارة عمليات الري وإدارة الميكانيكا والكهرباء وإدارة المشروعات ولمزيد من التوضيح ينضم إلينا حول هذا الموضوع من الخرطوم رئيس ممبر أحوال ومطالب المزارعين بالجزيرة الأستاذ دفع الله الكاهلي أهلا بك أستاذ دفع الله ومساء نور عليك عليكم السلام الرحمن ومسطفى أولا شكرا لغناة سودانية 24 لتحط الفرصة لنا في مشروع الجزيرة هو يمثل السلسل الفغارية واحتماد السودان ويمثل السلسل الفغارية للسودان والشرق الأوسط في الاقتصاد السوداني نعم أستاذ دفع الله يعني كيف تقرؤون هذا الإعلان وأنتم يعني على الأرض وكذلك بين الحقول أولا في البد نترحم على شهداء 29 رمضان ربنا يتعبلهم نحن الآن في مشروع الجزيرة لم تصهر لنا روية واضحة بالنسبة للموسم الصيفي والآن هو على وشك البداء مفترض الموسم الشتوي يبدأ يوم واحد ستة والآن نحن في يوم 18 خمسة تبغى لنا الغليل من الأيام غيام معدودة من الموسم الصيفي ولم نرى روية واضحة إذا كان من الإدارات أو من الدولة أو من أي جهة دائمة لمشروع الجزيرة نعم طيب ما هي الأسباب التي منعت من ظهور هذه الرؤية نعم ما هي الأسباب التي منعت من ظهور هذه الرؤية باعتقادك نحن أولا عانينا الكثير في الموسم الشتوي السابق وكانت كلها تصريحات نحن تصريحات من وزير الرئي بعدم التجامه لتصريحه وفي كافة الإعلام وفي كافة الصحف الآن لدينا مشاكل كثيرة في الموسم الشتوي السابق قلنا المشاكل هذه ممكن تدعالج في الصيفي لكن لم نرى شيئا ملموسا في هذه الصيفي والآن الصيفي على وشك يعني طيب يعني هل يعني لم تحدث أي يعني أشياء ملموسة على الأرض على صعيد مسألة الوقود وكذلك عمليات التحضير المختصة بعمليات التحضير الأولية وما إلى ذلك نعم نعم في أشياء كثيرة مفترضت تتوفر قبل بداية الموسم الصيفي كالعادة الموسم الصيفي عندنا في جزيرة بيبدأ يوم 1 أبريل كل إدارة الرئيس بتوفر آلياتها لحفر الغنوات الرئيسية التحضير بيبدأ في إدارة أبريل وفي مايو الآن لا يوجد لنا جازولين على مستوى 18 قسم في مشروع الجزيرة مشروع الجزيرة يتصح بـ 2 مليون و2 من 10 فدان الآن لا يوجد تحضير على مستوى كافة الأقسام والتفاتيش في مشروع الجزيرة لتغيب الجازولين هو مادة أساسية طبعا لدعم الإنتاج حفارات لا توجد على مستوى مشروع الجزيرة الآن الموسم الصيفي نحن ما عارفين من الدولة من إداراتنا لا بد أن الدولة تدخل في حل عاجلا للموسم الصيفي قبل الفاصل يغافي الرأس طيب يعني تتوقع بآخر حديث ذكرته قبل قليل ما إذا استمرت الحوال على هذا النهج يمكن أن تفشل هذه العروة والله نحن متوقعين أنه تفشل بحاجة واحدة لأنه الآن في الجزيرة 18 قسم مشروع الجزيرة يتسع بـ 1774 ترعى في مشروع الجزيرة من غير الغنوات الرئيسية ترعة الجزيرة وترعة المناقل لا توجد لنا كراكة واحدة في معظم المشروع إدارة الرئيس صرحت قبل أيامي في منتصف مايو بأنها عقدت مع تزع شركات حفريات التزع شركات الآن لم نرى نحن ولم نشوف آلة شغالة في ترع من ترع الجزيرة فنحن دائرين حل وتدخل عاجلا نحن سألنا إدارات الرئيس بالجزيرة وإدارات الرئيس بالمركز دائما ما يقولونها نفس المغولة السابقة للعهد السابق والعهد الآن نحن في عهد عرية وسلام وعدالة مفترض أن الناس تكون واضعة طيب ما هي المقولة التي دائما ما يرددونها؟ نعم ما هي المقولة التي دائما ما يرددونها؟ يعني عندما خاطبتم أنزهات المسؤولة نوزي الرئيس في الموسم السابق صرح بأنه جاهز في الموسم الشتو السابق صرح بأنه جاهز لإكتساعته من مئة ألف فدان والموسم الشتوي هو الآن طلع بمحق يعني نحن مزارعين مفترض تتوفر لأنه لازمات من جازولين لسماد الآن البنك الزراعي قال حد السياسته طيب البنك الزراعي والدوال سماد في تزيار البنك الزراعي يعني أعلن عن سياسات مالية لألعام الحالي نعم هل إنعكس ذلك على الواقع؟ هل تحصل المزارعون على التمويلات اللازمة؟ الآن سياسة البنك الزراعي طلعت قبل يومين نحن الشيء الموقف دعم الجزيرة ووزارة المالية حتى في مستحقات المزارعين بالنسبة للمحصول القمح السابق الآن لحد الآن المزارعين ما استلموا اللي استلموا كله من مستحقات القمح من وزارة المالية تقريباً 65% فقط 35% لحد الآن مستلمت دي بيضخلي أنا ما تشجع لأي زراعي إذا كان صيفي أو شاتوي طيب طيب تعلم أن الزراعة مواقيت ومواقيت كذلك صارمة يعني ما هو المطلوب لكي يتم تجاوز كل هذه العقبات؟ يعني ما هي الإجراءات والتدابير لتجاوز أي خلل قد يحدث بسبب مسألة التأخر في التحضير؟ هو الخلل بيقى هو الخلل أصلاً بيقى وخلاص نحن قلت لك مفترض نبدأ في أبريل يعني في موسم بالأخر شهرين ونحن خشينا على الخريف والأراضي زادة ممكن تتحضر الآن أنا جازورين ولا أجالون في الجزيرة ما عندي حتى نحن سمعنا بأن الجازورية المخصصة للزراعة مفترض يكون مدعوم لكن للأسف الشديد إدارة النفط قبل العيد ده صرحت بأن الجازورية الزراعي ثاني سيأتي بجاري أنا الليلة الآن محتاج لكراكات لتنزب الغنوات الليلة ناس الريب يقولون أننا فيك الموايا وخمسة وعشرين يفكوا بدون مواعين وهم الآن كراكما عندهم نحن الغصر ده بنخده أولا على وزارة المالية وزارة المالية هي الموقفة ومعطلة كل ما يدور في مشروع الجزيرة وفي كافة المشاريع المشاريع الأربع المروية يعني الري فشل صراعا كده يعني ما هو مستوى التنسيق بينكم وبين الأجهزة الرسمية للتكاتف من أجل إنجاح الموسم الأجهزة الرسمية هي دائما بتتشرط من الواقع هي بتتشرط من الواقع وزير الري حتى إذا جاي الجزيرة بيزور بدون إعلام بيجي زائر لوحده مع إداراته الإدارات هي ما بتديك الحقيقة السيد بروفيسر ياسر عباس هي ما بتديك الحقيقة البنديك الحقيقة نحن المزارعين دين الآن أنت لا تجد لك كراكة في مشروع الجزيرة في الثمانتاشر ديجن وأنا عندي زي ما قلت لك ألف وسبعمائة أربعة وسبعين ترعة ما ولا آلة في مشروع الجزيرة الآن ما نحن دارين وزير الري دا يجي يقعد قدامنا أمامنا في مؤتمر صحفي في الجزيرة في اتحاد المزارعين يجي قدامنا ويحترف بخطاوه إذا كانت المشكلة من وزارة المالية نحن كغيادات مزارعين نتحرك لوزارة المالية ونطالب بحقوقنا لأن ندحك نحن الآن السنة الفانية نتجينا سبع مليون جوال جمع بهذا مشاكل الري في الموسم الشتوي السابق ومشاكل الجازلين الانتهجية السنة أربعة أربعة مليون يعني تضاعفت تلاتة مليون جوال تلاتة ألف جوال جمع طيب دي كلها بتعييق بالدولة يعني نحن داعمين كمزارعين للدولة طيب يسأل دفع الله يعني أنتم كممبر ما هي الرؤية من جانبكم لمسألة الحلول في كل ما يتصب بالمشكلات والعقبات التي تعترض الموسم الصيفي نحن كممبر الممبر دا فيه من مجلس الوزراء لوزارة الرئي لوزارة الزراعة لإدارة مشروع الجزيرة نفسها للوالي نفسه الممبر دا كل الإدارات بالدولة موجودة فيه نحن الممبر دا فيه مزارعين فيه مدرع أكسام فيه كل الجزيرة الممبر دا بتطريح فيه القضايا دي منذ أبريل ومنذ مايو لحد الآن نحن لم نرى ساكنا ولا تحقيقا بنكتب نكتب في الإعلام في الجرائد في التلفزيون نحن مبارع دي كان كان فيه واحد من نستجمع مزارعين الجزيرة خلصة فيان الباشا هو أدلى بمعلومات كلها صادقة يعني نعم فكل يعني كل ما يدور في مشروع الجزيرة الآن مشروع الجزيرة معطل معطل تماما نحن ناشد مجلس الوزراء بالتدخل فورا قبل الاثناشر يوم دي لأنه الازدراسة مبطة مواقيت وانا الآن باقي ليه اثناشر يوم من بداية الموسم وستكون عليك كارثة إذا دخل عليك الخليف شكرا جزيلا رئيس ممبر أحوال ومطالب المزارعين في الجزيرة الأستاذ دفع الله الكهلي شكرا جزيلا لك شكرا لكم أنتم أيضا السلام عليكم اشتركوا في القناة